ضمن الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا بدأت جامعة البعث أعمال تعقيم لمدينة الباسل الجامعية بحمص وتشمل الوحدات السكنية والمباني والمرافق مع تكثيف حملات التنظيف وتعقيم دورية للوحدات وجميع المرافق الخدمية جامعة البعث ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية من أجل منع انتشار فيروس الكورونا بدأت منذ الصباح الباكر في المدينة الجامعية حيث قام يقوم ورش العاملين في الجامعة بالإجراءات التعقيم في مباني المدينة الجامعية وشددت الجامعة على هذا الإجراء أيضا في مباني الكليات المختلفة ومبنى الإدارة المركزية بالنسبة لأبناء الطلبين معظم مغادروا لكون تم تعليق الدروس خلال هذه الفترة وقامت الجامعة بالطلب من أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة البعث بتحميل المحاضرات على مواقع الكليات من أجل أن يستفيد أبنائنا الطلبين خلال فترة التعليق الدراسي قامت مدينة شهيد باسل الأسد بكافة الإجراءات والتحطير للمواد التعقيم وبشرنا اليوم صباحا بكافة كوادر المدينة من مهندسين وعمال بالبدء بالتعقيم مباشرة ومن باب الحرص على صحة طلابنا وبالتوجيهات طبعا من رئاسة الجامعة وقد باشرنا اليوم بإجراءات التعقيم من الحمامات والمرافق العامة في كل وحدة سكنية إضافة إلى ممرات وبشكل خاص إلى الأدراج والدربزونات حيث يتم استخدام الدربزون بشكل كسيف فكل الإجراءات المطلوبة لقد قامت إدارة المدينة الجامعية بإجراءة وقمنا بعملية التعقيم وأن عملية التعقيم تستمر منذ ثلاثة أيام وبعد ذلك سوف يتم التعقيم بشكل دوري حرصا على صحة أبنائنا الطلبة نجونا عن المدينة الجامعية لأن يعقمونا السكن وحدات وحرصا علينا وعا سلامتنا لأن الأمراض والفروسات لا تنشر فينا ويتمنى من الكل أن يتبع هذه الوسائل وكمان أن الكل يأخذ احتياطات ودائما يبدأ بحملات التعقيم حتى إن كان بالبيت أو غير البيت أو كان بالسكن أو غير السكن الجامعي وهذا الشيء لسلامتنا وحرصا من شأن من نتعرض لأي أزاء أو أي مرض أو أي شيء بينتشر إلينا تعمل جامعة البعث في حمص على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتوفير الوقاية للحماية من فيروس كورونا وتستمر عمليات التعقيم للسكن الجامعي لمدة ثلاثة أيام مع استمرارها بشكل دوري ونشر الوعي لأهمية النظافة والطرق الصحيحة للحد من انتقال فيروس كورونا المستجد ترجمة نانسي قنقر